للأسف صاحب عمل في السعودية اعتد على اتنين مصريين وقتلهم طبعا وقعها مؤسفة جدا ووقعها صعبة جدا أن يتم مقتل اتنين مصريين رايحين بيأكلوا وعيش في بلد عربي شقيق قتلهم بارح وزارة الهجرة خرجت بيان بتتكلم فيه أن ده عمل فردي وأكيد العمل كده سلم نفسه أكيد هيتحاسب بالقانون لكن طبعا هيتحاسب أكيد بالقانون وأكيد هياخد العقاب اللي يستهله لكن يعني في الآخر الضحية اتنين راحوا من المصريين العاملين في الخارج ربنا يا ربي عزي أسارهم ونتمنى أن في دول الخليج منشفش تكرار للأحداث المؤسفة بارح كنت بنتكلم على الشاب وليد في الكويت اللي تم يعني إحانته بشكل كبير جدا النهاردة بنتكلم عن مقتل اتنين في السعودية لكن برضو عايزين إحقاقا للحق يا كلها بتبقى حاجات فردية يعني الإنسان والخناءات ما بين الناس وبعضيها ممكن يحصل في أي مكان يعني ممكن يحصل في أي مكان لكن يعني يمكن موضوع وليد في الكويت هو يمكن اللي شدنا أكتر لأن احنا شفنا صوت وصورة وفكرة الإهانة لشخص بهذا الشكل كانت صعبة جدا